إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات ظاهرة من الظواهر الخطيرة انتشرت وعمت بين صفوف المسلمين ظاهرة جعلت من المجتمع المسلم يتحول إلى مجتمع بعيد عن تعاليم دينه وروح مقاصده إنها ظاهرة ضعف الإيمان مما عمى وانتشر في المسلمين ولضعف الإيمان أسبابا كثيرة منها ما هو مشترك مع الأعراض مثل الوقوع في المعاصي وانشغال بالدنيا وغيرها وانشاء الله تعالى بعضا منها من تلكم الأسباب sachez qu'un fléau qui touche les musulmans un fléau qui s'est répandu comme une épidémie et dont les musulmans sont victimes un fléau qui a fait que la société musulmane s'éloigne des enseignements de sa religion et des buts attendus par الله سبحانه وتعالى et ce fléau c'est la baisse de foi la baisse de cette foi qui réside dans le cœur de chaque musulman elle est victime de baisse et ceci touche malheureusement de plus en plus de musulmans et il y a à cette baisse des causes que nous allons par la volonté d'Allah citer durant ce discours من تلكم الأسباب الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة وهذا مدعاة لضعف الإيمان يقول الله جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد أي طال عليهم الوقت فقدست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فذلت هذه الآية الكريمة على أن طول الوقت في البعد عن الأجواء الإيمانية مدعاة لضعف الإيمان في القلب يقول حسن البصري رحمه الله إخواننا أغلى عندنا من أهلينا فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة ومن تلكم الأسباب أيضا الابتعاد عن القدوة الصالحة ولا يخفى أثر وجود قدوة صالحة بالنسبة للفرد وكذلك من تلكم الأسباب الإغراق في الانشغال بالدنيا حتى يصبح القلب عبدا لها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري تعسى أي خسر عبد الدنار وعبد الدرهم وهذه ظاهرة واضحة في هذه الأيام التي عم فيها الطمع المادي والشجع في الازدياد من حطام الدنيا وصار الناس يركضون وراء التجارات والصناعات والمساهمات وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم حيث قال كما في الحديث القدسي قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قال إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثالث ولو كان له واديا وفي رواية لمسلم ولو كان له واديا من مال لأحب أن يكون إليه مثالت ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أي أن هذا الإنسان جرى وراء هده الدنيا لجمع الأموال بدون يشعر أحصل ذلك من حلال أم من حرام ونهاية الأمر ونهاية أمر كل إنسان أنه يدفن في قبره وَيَمْتَلِئُوا جَوْفُهُ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ مِنْ تُرَى بِقَبْرِهِ وَهَدِهِ نِهَيَةُ كُلِّ إِنسَانِ يُرْدُونَ إِنسَانِ يَلَيَاءُ إِنسَانِ يُرْبَرُونَ إِنسَانِ بَيَا مَاتِنَذَاتِ بُسْلِمَنَانِ كما أبيدا وكما تتساعدك بشكل من قبل الله عز و جل وكما تتساعدك بشكل من كل هذا تشعر بشكل من خلالك على تقلقك وشكل من تقلقك الله عز و جل قال في سورة الحديد سورة الفر الموقع لم يأتي لهم لأنهم لم يأتي لأنهم يؤمنون بشكل من قبل الله ومن المترجم للقناة فقط بأنهم يصيبونون بذعبهم على حتى الآن لااتهم كن، وقد اعبونهم اللباب أنهم لبقاء بها. كان هناك يصيبون، هذا يصيبون،ية سيكون هناك وزقاء بها، سيكون هناك وتعالى انهم للاسك، وكثي عنهم لهم نوعاً، فما من المحل قائلن، سيكون هناك أصلاح للمقاطة. الذي يمتلك هذا القرار فيه يصبح مجلسة الله ويصبح مجلسة ويصبح مجلسة ويصبح مجلسة ويصبح مجلسة ندفعه أنه يساعدني من المساعدة ويصبح مجلسة والحسن البصري رحمه الله قال عن نحن أيضا 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 أمام 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 أ المترجم للقناة 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 ويقول عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخين المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ومعنى هذه الآية أن نحب هذه الأشياء في مقدمتها النساء والبنون إذا كان مقدما على طاعة الله ورسوله فإنه مستقبح مذموم صاحبه أما إن كان حب ذلك على وجهه الشرعي المعين على طاعة الله فهو محمود صاحبه وأما فتنة المال فيقول عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال رواه الترمدي والحرص على المال الشد إفسادا للدين من الذئب الذي تسلط على غنم وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمدي ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه وفتنة أمة المال 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 سبحانه و تعالى Et cela n'est pas correct. Quant à cette tentation de l'argent, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à chaque communauté, il y a une tentation. Et la tentation de ma communauté, c'est l'argent, comme cela est rapporté dans سلام ترميده. Et le fait de courir derrière l'argent et de faire derrière cette course sa première préoccupation هذا a des conséquences destructrices et le prophète pour nous montrer à quel point le fait de courir derrière cette vie d'ici bas et d'en faire sa préoccupation principale est destructeur il nous a donné une métaphore et il a dit comme cela est rapporté dans cela il a termini deux loups affamés deux loups affamés que l'on lâcherait devant un troupeau de moutons ne serait pas plus destructeur que cet homme ne serait pas plus destructeur pour la religion d'une personne qui accourt vers l'argent et vers la réputation le fait de courir derrière l'argent et de courir derrière la réputation et l'honneur est plus destructeur de la religion de cette personne que la destruction de ce troupeau de moutons par ces deux loups des loups في بعض الأحيان سحابة من سحب المعصية فيظلم وهذه الصورة صور لها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بين القمر مضيء إذا علته سحابة فأظلم إذا تجلت عنه فأضاءه كما في سناني أو كما رواه أبو النعيم في الحيليا وهو حديث صحيح Les causes de la baisse de foi sont beaucoup plus nombreuses que ceux que je viens de citer mais celui qui réfléchit et qui se remet en cause pour apprendre ces causes précédemment citées comme un début de réflexion et qui lui permettront par la volonté d'Allah Azza wa Jal de pouvoir énumérer toutes les causes qui sont derrière la baisse de sa foi et chaque personne est un cas particulier et il faut savoir que la foi baisse et augmente comme nous en a informé Allah Azza wa Jal dans le Coran et le Prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam nous a donné aussi une métaphore pour montrer qu'il est normal ça ne veut pas dire qu'il est bien mais qu'il est normal que la foi baisse que la foi du croyant connaisse des défaillances le Prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam a dit il n'y a pas un cœur il n'y a pas un cœur sans qu'il ne soit recouvert d'un nuage comme les nuages recouvrent la lune lorsque la lune est claire et qu'un nuage vient se mettre entre la lune et la terre alors la terre devient sombre puis quand ce nuage disparaît alors la lune réapparaît et éclaire la terre ainsi est le croyant et ce nuage qu'a donné le Prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam comme image ce sont les péchés le croyant tombe dans le péché et ceci a une influence sur sa foi mais le croyant comme l'a dit le Prophète Sallallahu Aleyhi wa Sallam revient à sa foi comme le cheval revient à son écurie puis ce nuage disparaît ce disciple et la lumière de la foi réapparaît et éclaire cette personne à dire قولي هذا واستغفر الله التي يمكن للمسلم أن يعالج بها ضعف إيمانه ويزيل قسوة قلبه بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتطوين النفس على المجاهدة ومن تلك مناسبة لزيادة الإيمان الاتصال بالقرآن العظيم وتدبر آياته القرآن الكريم الذي ينزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه وتعالى من شاء من عباده ولا شك أن فيه علاجا عظيما ودواءا فعالا يقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما طريقة العلاج فهي التفكر والتدبر في آيات الله وكذلك من تلكم الأسباب استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته والتدبر فيها وعقل معانيها ومن تلكم الأسباب أيضا لزوم حلق الذكر وهو يؤدي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب منها يحصل فيها من ذكر الله وغشيان الرحمة ونزول السكينة وحف الملائكة للذاكرين وذكر الله وذكر الله لهم في الملائك الأعلى ومباهاته بهم الملائكة ومغفرته لذنبهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشياتهم الرحمة ونزلت عليهم الصكينة وذكرهم الله في من عنده كما في صحيح المسلم بعد أن تضعوا بعض الأسباب من الضوء من الضوء يوجد أن تضعوا بعض الأسباب ويوجد أن تضعوا بعض الأسباب التي تجعلون أن تضعوا هذا الضوء ومن ثم تقوم بتصعوا ومن ثم أولوها سبحانه الله لعفتهم ومعا أفتهم كل من الضوء يجب أن تضعوا من الضوء المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة شكراً للمشاهدة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وكهما أنه في الله عز وجل س��가 realized أن الله عز وجل ترى ترى عندما تنقفه عندما تنقفه وكذلك يجب أنت تترى تشعبه معتحدة إلى الفيديو عندما ينزل تشعبه على تتموك تعبقا أن ما شكرا والله عز وجل سترى وتعالى على الإنتام لعنقل طرح الله لك فإذا تلقى الاسيس لأن تتخلص ليس كنت جعله ايجا وغير إداره وكيف تضعى خستاذ آخر فيديوه وقد الله سابقته فاولا فاولا ومثيرا إلى مجموعة إلى مجESع أو إلى مجموعة بداخل الملحور شكرا ألا ويواجه تريد أن الصعب والعجل المساركة في العطالة ويواجه يدعون أن الأنبياء يدعون أن تحاول هذه المشاركة ويواجه ينرى أن الله يسوأ للهجل المتحدة يطلق عليه المساركة النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلت بحضور الأنبياء أن شباب أجل واجه يأتون أن تقلل Pour se rappeler à Allah Azzawajal sans que les anges viennent les entourer, que la miséricorde vienne les englober et que descendent sur eux la quiétude et qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite leur nom auprès des habitants des cieux. وهذا من أعظم أسباب العلاج وهو أمر عظيم وآثره في تقوية الإيمان ظاهر ظاهر كبير وقد ضرب الصديق في ذلك مثلا عظيما لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابه من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا فمن أطعم منكم اليوم مسكين قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريض قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في مرئ إلا دخل الجنة رواه المسلم ومن أجل 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 تبع في قبل أن تفعلين تفعلين وعبتها قريبا وغيير تفعلين سياسي قامك وعطعم تفعلين تفعلين سيوذر قيوذ وضعك وضع تفعلين سياسي حياتك وعطعم الله سبحانه وتعالى والأجل تفعلين سيوذر جرس يوجد أشياء المواقع بأنك ترون تشيئين بإمكان الله وعلا وإنه يقدمنا الإسلام في المتحدة هو بابو بكر رضي الله عنه وعلى أحد المستقبل المصدقاء الدكتور صلى الله عليه وسلم عندما المصدقاء الدكتور صلى الله عليه وسلم ابو باكر قالت Puis le professeur a dit, qui parmi vous aujourd'hui a suivi un cortège funèbre ? Abu Bakr a dit moi. Le professeur a dit, qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui ? Abu Bakr a dit moi. Le professeur a dit, qui parmi vous a rendu visite à un malade aujourd'hui ? Abu Bakr a dit moi. Et le professeur a dit, toutes ces choses, lorsqu'elles sont réunies chez une personne, le même jour, il entrera au paradis. J'ai dit, en tant que religie, l'apport conceit de la culture des muslims, des soeurs, c'est vrai. Allahumme, إن nous n'a Mistress avec l'asymale ? Et que l'asymale, 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 l'asymale. O que je jouais professeur a dit, qui parmi nous le plus en la tête, O que je jouais professeur a dit là, O que je jouais professeur à qu'il y a eu, O que je jouais professeur à notre femme professeur, et la plus en l'esprit d'étoile, اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره اللهم اردد كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أعنهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم اللهم عليك بأعداء الدين اللهم دمرهم اللهم زلزل الأرض من تحتهم اللهم ألنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ألنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تبقي منهم أحدا يا قوي يا عزيز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين